السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد والذي سنرى فيه طرق ريء النباتات أثناء الصفر خاصة وأن فصل الصيف والذي هو فصل الصفر والإجازات على الأبواب وسيبدأ الحديث عن وسائل واحية إن صح التعبير تمكن من ريء النباتات ذاتيا أثناء غيابنا حتى نسافر ونحن مرتاحي البال نبدأ بالطريقة الأسل وهي وضعنا الزرع في حوض مليء بالماء بعد ريء النبات جيدا بحيث ان تصص النبات الماء من فتحات الصرف الموجودة في الأسفل وطبعا فحجم الحوض المستعمل مرتبط بالمدة التي سنغيب فيها فكلما كانت المدة طويلة كلما استعملنا حوضا أكبر ثانيا طريقة التقطير باستعمال قنينة بلاستيك وهناك عدة طرق لاستعمالها وكلها ناجعة الأهم أن نسقي التربة جيدا قبل وضع القنينة حتى لا تمسس التربة الماء بسرعة نصيحة أخرى قبل السفر من الأفضل نقل النباتات لمكان أكثر برودة وبعيدا عن أشعة الشمس مع تجميعها في مكان واحد حتى تستفيد من الرطوبة وهكذا نعطيها فرصة أكبر للعيش يمكن الإستعانة بهذا الأنبوب الذي يساعد على تدفق الماء بشكل بطيء وبالوتيرة التي نريد مما يساعدنا على عدم استنفاذ الماء بسرعة وهو متوفر في محلات بيع لوازم الزراعة وصلنا الآن للريع عن طريق استعمال شريط من القماش أو القطن وإناء مملوء بالماء يكون مستواه أعلى من مستوى الأصيس يعني المستوى الإناء الذي نضع فيه الماء يكون أعلى من مستوى الأصيس نضع طرف الخيط في الماء والطرف الثاني فوق التربة بحيث يكون ملامسا لها فيبدأ الخيط في امتصاص الماء عن طريق الشعيرات التي توجد فيه وبالتالي إيصالها للتربة وهي أيضا طريقة ناجعة نستطيع أيضا استعمال هذه الطريقة وأخيرا أطلب من الأصدقاء التفاعل مع الفيديو بوضع زر الإعجاب والتعليق وأيضا الاشتراك في القناة إلى اللقاء شكرا شكرا